أهلا بكم في جولة جديدة عبر أبرز ما تناولته الصحف الوطنية الصادرة لهذا اليوم ونستهل جولتنا من يومية أخبار اليوم حيث أفاد بمك المغرب بأن سعر صرف الدرهم خفض ب 0.58% مقابل اليورو ب 2.06% مقابل الدولار وذلك خلال الفترة ما بين التسع عشر والخامس عشر من الشهر الجاري وأبرز البنك المركزي في مذكرة حول مؤشرته الأسبوعية أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف مضيفا أنه إلى غاية العشرين من هذا الشهر بلغ صاف الاحتياطات الدولية 241.8 مليار درهم بارتفاع نسبة 0.1% من أسبوع إلى آخر وب6.4% على أساس سنوي من جانبها سلطت صحيفة المساء الضوء على الترقب الكبير الذي يسود مختلف المؤسسات الاستشفائية حيث يخضع عدد من المرضى الحاملين لفيروس كورونا للعلاج بمادة الكلوروكين فبعد مرور ستة أيام على إعطاء وزارة الصحة الضوء الأخضر للأطباء ببدء استعمال هذا الدواء وفق بروتوكول علاجي دقيق ينتظر أن تكون الأيام المقبلة حاسمة في تأكيد فعالية هذه المادة مصادر طبية قالت في حديث للمساء أنه بعد عشرة أيام من بدء استعمال الدواء ستتضح فعاليته بالنسبة للمرضى الذين يتم علاجهم بهذه المادة وأكدت المصادر ذاتها أن هناك أملا كبيرا في ارتفاع عدد الحالات التي ستتشافى من فيروس كورونا في بلادنا خاصة أن الترخيص باستعمال هذا الدواء جاء بعد دراسات معمقة إلى جريدة الأحداث المغربية والتي تناولت موضوع تأجيل سداد قروض السكن بدون طلب حيث وتبعا للقرار الذي اتخذ من طرف التجمع المهني للأبناء في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية عمدت البنوك إلى تأجيل سداد قروض السكن بشكل أوتوماتيكي بالنسبة للفئات ذات المدخول الضعيف ويتعلق الأمر أساسا بمقتنى شقق الاجتماعي الذين سيستفيدون من تأجيل سداد الأقصاد الشهرية لفائدة البنوك حتى من دون وضع طلب كما كشف عن ذلك كل من البنك الشعبي والقرد السياحي والعقاري الذين يمثلان أكثر البنوك من حل القروض السكن لفئات الضعيفة وأوضح البنك الشعبي أنه بالنظر إلى حالة التوريء السحية التي دخلها المغرب وما لذلك من تدعيات على الأسر المغربية تم اتخاذ عدد من التدابير لتخفيف عن هذه الأخيرة ومن بينهم الأسر المقتنية للسكن في إطار فوغاريم ونختم جولتنا من لما تعم مواصلة للأبحاث والتحريات الرمية لرصد ومكافحة المحتويات الرقمية الزائفة المرتبطة بوباء كورونا المستجد كوفيد-19 تمكنت مصالح الشرطة القضائية بكل من مدن الرباط والراشدية نهاية الأسبوع الماضي من دوقيف شخصين يشغل أحدهما مهمة مستشار جماعي بالراشدية وذلك للاجتباه في تورطهما في بث وتوزيع أخبار زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية من شأنها الإخلال بالنظام العام والتحريد على ارتكاب أفعال إجرامية ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الخالية المركزية للرصد واليقظ المعلوماتية لمكافحة الأخبار الزائفة حول الوباء كانت قد رصدت تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو إلى العسيان وارتكاب أفعال إجرامية على خلفية الترتبات الوقائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية وهو ما استدعى فتح أبحاث قضائية والقيامة بخبرات تقنية دقيقة مكنت من تشخيص هويات المتورطين في إعداد ونشر وبث تلك المحتويات الزائفة